اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام على قناة مطبخ تيتريت مرحبا بكم مرحبا بكم ومئة الف مرحبا مع الطياب والتقشب اضحك وفهم وعيق وفهم المعنى المواقف السخرية كثيرة توجد المشاكيل والهموم والله يحسن العوال لجميع وتحية للفقهاء والطلباء وحملات الكتاب الله سبحانه وتعالى ينحيوهم العلم ديالهم وبدلهم جهود كبير باش يحصلوا على ذاك العلم وبدأت يتسنى اشي عرضوا عليه اسحاب النوبة وتعطلوا عليه بزاد وجارو بكتر طلح ضيار ودرسوا على مرحبا ودقوا عليه واجب ليه شوية ديال لعدس من داك شي مناش تأشى قال ليه اك باش تقضيك عارف بان نارت عطلوا عليك ورمو حالي مكنيك ما نساوك فرح الفقهو شد لعدس وكلاو شبع شوية دقان في الباب تيح الباب تي القصحة بالنوبة جيبي اللي واحد بصين عم سيدي ديال الدجاج المحمر والفريت والسفة والديسير قالوا ليه سمحنا تعطلنا عليك جاونا شو ضياف الغفلاء وبدأت يتغدد وتأيت جنن ومشأت يجري عم تجارو ضق عليه قال ليه ضخنا عليك بالله اش درت ليك واش ديت ليك شي حاجة تكرفستي عليا واش فيك شي نوبة ها 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 هذا هو واحد الفقه تنجبدو الفقهف علاش لان النوكة ديال الفقهففل مرتبطين غالبا بالطعام وبالأكل هذا هو واحد الفقهير مشارط في واحد دور ودايلي ليه النوبة في الماكلة كل خيمة تجيب عليه النهار تتعطي لليه طيبة تتعطي لليه تيأكلوا مقسم الله ولن الملاحظة اللي لاحظ الفقهية أنهم كاملين تجيبوا له الحريرة عندك الناس تشربوا الحريرة بالزاف وفكر باش يلقاش حل بعد ما صلى بهم صلاة ديال العصر ريح معهم تتحدد وتشرح في كتاب الله وفشوصل الآية ديال حرمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله سولوه قالوا لي هشنو هي لغير الله قال لهم يا الحريرة حرام الحريرة حرام من ثم ما ما بقوش يشربوا الحريرة ما بقوش يشربوا الحريرة ومشا تحول ذاك الفقهة ificه وقال لي عش ما تشربوا الحريرة قالوا حرمه علينا الفقهة بدأتي سول فيه تلقا قالوا دخنا عليك بالله عش حرمتي ما أحض الله قال لي صلى يعني النبي الفقهة قال لي صلى الله عليه وسلم قال لي عاود صلى يعني النبي قال لي صلى الله عليه وسلم قال لي صلى الله عليه وسلم قال لي وازيد صلى الله عليه وسلم قال لي صلى الله عليه وسلم قال لي واشوف انت غي الصلاة عن النبي قهرتك مبقى غير الحريرة الفقهة كما قلت لك مرتبطين بالزردة وحنا عدنا البرنامج ديال طعام وتقشاب اذا فين ما بغينا نضروع الماكلة تنجبدو الطلبة وتحية الطلبة جميعا في المكان وإلى اللقاء